اشتركوا في القناة ودعى يوسف فأسرعوا به من السجن فحلق وأبدل سيابه ودخل على فرعون فقال فرعون اليوسف حلمت حلما وليس من يعبره وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبرها فأجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي ليس لي الله يجيبه بسلامة فرعون فقال فرعون ليوسف إن كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر وهوز سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللح وحسنة الصورة فارتعت في روضة ثم وزى سبع بقرات أخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللح لم أنظر في كل أرض مصر مثلها في القباح فأكلت البقرات الرقيقة القبيح والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها فكان منظرها قبيحا كما في الأول واستيقظت ثم رأيت في حلمي وهوز سع سناب الطالعة في ساق واحدة ممتلئة وحسنة ثم وهوز سبع سناب اليابسة رقيقة ملفوحة بالريحة الشرقية نابتة وراءها فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الحسنة فقلت للصحرتي ولم يكن من يخبرني فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد أخبر الله فرعون بما هو صانع البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين هو حلم واحد والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريحة الشرقية تكون سبع سنين هو الأمر الذي كلمت به فرعون هو الأمر الذي كلمت به فرعون قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع حوز سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديدا جدا وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر يفعل فرعون فيوكل نزارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع السنين الشبع فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت هد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه فيكون الطعام زخيرة للأرض لسبع سنين نجوع التي تكون في أرض مصر فلا تنقرض الأرض بالجوع فحسن الكلام في عيني فرعون فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيني جميع عبيده فقال فرعون لعبيده هنجد مثل هذا رجلا فيه روح الله فقال فرعون لعبيده هنجد مثل هذا رجلا فيه روح الله ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي وعلى فمي يقبل جميع شعبي إلى أن الكرسي أكون فيه أعظم منك والمجد لله دائما أبديا أمين الحياة يا أباقي لما بدأنا موضوع العين البصيرة وأن هذا أهم موضوع في حياة الإنسان الآن البصيرة دا موضوع حياتنا كلها ما فيش واحد ما يهموش الموضوع دا وقلنا ما فيش إلا عينين اتنين يعين بصيرة يعين مطمسة لا ثاني لهم لما تقسم الناس من الخليقة إلى نهايتها حيبوا قسمين أصحاب البصيرة أو العيون المستنيرة أو العيون المفتوحة وجزء التاني العيون المطمسة المقفولة العيون العمية اللي ما بتشوفش ولما أقول لك أن المسيح له المجد في كل كرسته كان يهدف أن ينير الأنسان لكي يكون الأنسان زي عين مستنيرة مبصرة عشان كده لما بص للجموع وقال لهم إن كان النور الذي فيك ظلاما زي كان النور الذي فيك ظلام فماذا يكون الظلام وقلنا مشاكلنا في حياتنا مشاكلنا مشاكلنا في كل سلوكنا بيرجع للحدتين دول حسب نوع الإنسان عينه تقول لي تقول لي طب وإيه أهمية الحكاية ديت يعني هو أنا يعني كنت أخلق لنفس عين بصيرة ما هو ربنا اللي جابني كده أقول لك لا ده كل الوسائة النعمة وكل حياتنا مع الله عشان عننا تستنير لو كانت عين الأنسان حتى إنها مطمسة هيعرف غلطاته إزاي تصور واحد عينه عمية وهدومه وكلها طين ده هيفتكر ينظف هدومه ما هو مش شايف ما عينه مش شايفة مش ممكن إنسان هيقبل أو يقبل إلى الله في حياته إلا لما عينه تتفتح ويشوف الحرام اللي بيسرق ده بيفتكر السرقة دية فن وبيفتكرها شطارة ومهما تقوله السرقة دية والسرقة دية مش هيسأل فيك ليه لأنه عمية مش شايف نتيجة السرقة دية هتوديه في النهاية فين هيروح فين الإنسان الشهواني الذي لا تحكمه ولا تقوده إلا الشهوة مش شايف إلا الشهوة هي دي اللي قدام عينه واخد تفكيره واخد حياته واخد ماله واخد وقته واخد كل شيء بتهلكه لأنه أنا عمية مش شايف إن دي مش هتدوم وشايف إنه يجي في فون الأيام هينزوي ويحاسب ويحس إنه هو خلاص هو كتب على نفسه النهاية كل مشاكل الإنسان وحياته لما ما يهتم مش بالعين بتاعته بالعين البصيرة للمساح لما ضرب المسأل قال حاجة عجيبة قوي قال يبقى في عين خشبة عرق خشب قد كده يعني عرق خشب يعني يعميك تماما وغايب يتبص الواحد عشان تطلع القزة منه هو هو بيطلع القزة منه ليه لأنه مش شايف في الوقت اللي يدين الآخر هو مش عارف إنه هو بيدين نفسه وفي الوقت اللي بيدين الآخر مش عارف إنه هو بيحكم على نفسه شوف كده حد فينا في شبابه وفي حياته لما بينحرف أو بيبعد عن ربنا أو بيستهتر بالوصية وبعدين شوفه لما ييجي يكبر في السن هو طبعا مش هيقولك لكن بيبان في اعترافاته وفي كلامه تلاقيه الندم اللي في داخله لا يوازي كل اللي خده من العالم شايف نفسه مش قادر أقول الكلمة ديت شايف نفسه وزخ مش عايز أقول الكلمة دي لكن دي الحقيقة تعزيه توعزه وتناوله وتقوله ربنا غفالك برضو شايف نفسه في عين نفسه وزخ وشايف كل اللي عمل وده وافتكر إنه كذبه في ساعتها وكان بيحارب من أجله يدور عليه ما يلاقهوش ولا يلاق له أي قيمة مش شايف مش عارف لكن صاحب العين البصيرة كل حركة وكل خطوة بيحسب ويشوف ها عشان كده ينيرون في ملكوت الله هو ده حياتنا كله من الوداية من أول ما بننزل المعمودية الحد ما بيسلوا علينا على الخشبة بتستنير العين الروح القدس بينير عينينا لكن في واحد ما بيقبلش وفي واحد بيقبل قلنا قلنا صاحب العين العمية ده هو الإنسان اللي فيه الأنا ودي خليها قلنا فيها شوية وخليها بعدين مفيش اللي نفسه مهتم بنفسه بس هو بيدور على نفسه كل حاجة إلا ما تجيش جنبه هو لو اختفت العين البصيرة لأهلك الله العالم ومش العين البصيرة من أول أيامنا ده من أول خليقة العين البصيرة في عين تفتحها النعمة ويفتحها روح الله ويفتحها روح الكدس وتبقى عين صحية وفي عين يفتحها الشيطان بس الفرق بين الاتنين الشيطان لما يفتح العين يفتحها على الشر والروح القدس لما يفتح العين يفتحها على الخير تشوف تشوف الاتنين في آدم أول ما تخلق كانت عينه مفتوح كان يار الله وكان في السلام مع الله ما كانش فيه أي حاجة بتغلبه فيش حاجة بتقف قدامه كان عايش فعلا فيه فردوس لكن لما جات الحية وفتحت عينه على الشه وعى الشجرة ما فتحت هاش للخير أول ما فتحتها أول عينه ما فتحت أول ما شاف ده عجب أول ما شاف ما شافش الله ما شافش الله اداله إيه ما شافش النعم لربنا أوجات هاله ما شافش مجرد أن الله يجي يكلمه بس تبقى تسوي إيه لكن أول عينه ما تفتحت لقى الشجرة جيدة للأكل وبس النفس لقى نفسه هو حوى عرياني يا ده الخيبة نزل من مستوى الحياة مع الله المستوى المنحدر لكل خطية في الإنسان ده أهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وزي ما قلت لك ده الكتاب المقدس كله وده حياة الإنسان الحكم عليك في آخر حياتك الحكم عليك وعليا في آخر يوم لما نتحط في الخشبة ويصدروا علينا هيقول لك ده عينه كانت مفتوحة ولا عينه كانت عمي إزاي يقول لك ده الله يكحمه ده كان إنسان ظالم وشهواني وعمل 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 والتاني يقول لك الله يرحمه يذكرنا في صلاته نايا نفسه ربنا حتى الناس بتحكم عليه من أعماله لأن الإنسان العينه مفتوحة اللي يقترب منه وتنفتع عينه أيضا تسدق والإنسان اللي عينه ظالمة أو مظلمة اللي يقرب منه يضلم زيه ياخد نفس الروح بتحته نفس اللي في ده ياخدها هو كمان ويطلع زيه عشان كده القب في البيت مسؤول قدام الله والأم اللي في البيت هي المسؤولة قدام الله عن مولاتها ويبقوا بعد كده رجالة وجبار هم يجوا كده في لحظة في ليلة ويوم ويبقوا كده لا اشربوا من الأب ويشربوا من الأم ويشوفوا فشوفوا خطية العين المقفولة والعين العمية اللي بتيجي كده بتهاون مننا دون أن ننظر إليها شوف تمنها قد إيه تقول لي إيه اللي أهلك الكتب والفرسيين تقول لي إيه اللي أهلك شعب إسرائيل إيه اللي خلاهم بالشكل ده مع المسيح تصور تصور يا راجل المسيح يبكي عليهم وعلى بنات أوروشاليم قولها أهل لو علمت ما هو لخلاصك أهل لو علمت ما هو لسلامك أنا أردت النجمع بنيكي هو في كل ده وعني مش شايفة لا سمعين ولا فهمين عشان كده المسيح طمسط عيونهم وأغلقت آزانهم وطمسوا عيونهم وأغلقوا آزانهم حتى لا يسمعوني لكلام الله كانت كل 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 مشاكلهم في دي لخصها أشعي في الآية دي وساعتها المسيح والله أله لهم تصدق 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 ينقصهم من شعب المصر ويتلحهم في البحر ويعمل معهم كل المعجزات دي ويعملهم كل ده وأول ما تيجي أول تجربة صغيرة أول حاجة صغيرة حاجة الجنل يمسكوا موسى عايزين نرجموه قولوا أنت طلعتين عشان تهلكنا رجعنا تاني جنب اللحمة والكرات احنا عزين بطنة هم عنهم شايفة والمعجزات معهم هم وشافوا فرعان وهو بيغرق وشافوا البحر هو بيتفتح وشافوا الماء اللي بتنزل ومع هذا يعمل الله المعجزة معاهم زيهم هم زيهم زي موسى بالزبط زي فرعان بالزبط عيونهم مغلقة فرعان يجيب له ضربة ويقول له أنا هعمل وهعمل وهعمل وبعدين يشوف الضربة بعينه ويصوت ويقول له موسى انجدني ويبه مش قادر وبعد الضربة قاله ايه ده ده ما بيحسش ده ما بيفهمش ده ما بيشوفش لا هو عينه فتحها الشيطان الشيطان لما يفتح عينك يا حبيبي وعيني اول حاجة تعملها صدقني انا مش بوعزك انا بقول لك اللي عشناه اول الشيطان ما يفتح عينك وعيني تبص للاخرين وتولع لانت عايز حد احسن منك ولا انت عايز حد يتسمع انهم كرموه ولا خد كل همك ان كله يندفن وانت بس اللي تأخد والبقى مش مهم العين شوفنا المرة اللي فتت شوفنا المرة اللي فتت ابونا ابراهيم مش خدنا المرة اللي فتت ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم و وابن اخوه لوط طب لوط ما هو جي معا وربنا دع ابراهيم ما دعش لوط وكلم ابرهيم ما كلمش لوط وجيه لوط وشاف ايه ده الله مع ابراهيم ويه ده الله معاه لكن القنية والطمع الطمع اللي المسك فينا كلنا الطمع اللي عندنا مش راضي يروح من من قلوبنا والشيطان كل شوية يجيب ويحط قدامنا اول ما جيه ابراهيم لكن ابراهيم كان بس زي ما قلنا المرة فتت للسلام والمحبة كان يحرص على سلامه ومحبته افضل من الارض واللي فيها لانه هيسيبها ويمشي لكن لوط ما كانش كده ولف لف 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 لوط ورجع تاني كان المتنيح الله ينايح نفسه البابا شنودة كان عنده مبدأ كان بيعلمهن واحنا زغيرين يعني او كان بيعلمهن بيقوله باستمرار ولما ببص لها تقول ايه عجيب كانت عينه مفتوحة كان البابا يقول لك ايه يقول لك كل انسان في الدنيا وكل تجربة في الدنيا وكل حاجة في العالم عاملة زي الهرم تبدأ الاول من الهرم من تحت بسيطة وبعدين تزيد 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 لحد ما توصل قمة الهرم لابوا بعد القمة حيطان الواحد على القمة على طول لا يبدأ ينزل 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 بعدين تطلع 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 وتجي على القمة هنا الشيطان يروح ضربك بقى في القمة ما يواركش انك انت هتنزل يصورلك انك انت هتنك طول عمرك على القمة عشان يضيعك ومياخدش باله انه في كل حدث بتنزل 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 حد ما تنتهي نجري له نقوله عندنا مشكلة التجربة صعبة قوي مش متحملنا يا سيدنا الحرب الجيدة قوي قوي وتبقي بدموع ودقة يبصلك كده بكل هدوء ويقول لك افتكر الهرم هتطلع وتجري التجربة والنار تولع او تشتعل للاخر لما توصل القمة وبعدين وبعدين هتنطفي تاني هتنزل تنزل وتنطفي هيا دي حياة الانسان هيا دي سلوك الانسان هيا دية المشاكل بتاع الانسان اللي مش قادر يدركها هيا دي العين اللي ما بتشوفش العين اللي بتشوف تقدر تنقذ العالم النقاردة بفر كده في السفر التكوين وقفت قدام فراعون ويوسف واستغربت حاجة عجيبة قوي فراعون له ما له ابو يوسف ايه يوسف ده غلام كان عنده تلاتين سنة واحد غريب مش من مصر كلها مصر اربعة مليون وهو جاي غريب من باع عبد وقد انجي في مصر لما فراعون حلم الحلم ولقى الحلم اتقرر تاني قال لهم اجمعوا كل الحكماء صاحب العين البصيرة هو الانسان الحكيم وحكمته من السماء وحكمته نعمة من الله وحكمته عطية من الروح القدس ونعمته صمرت حياته مع الله صمرت امنته هو يوسف اول ما جيه ده مجرد انت بتشوف حكمته وتشوف عينه البصيرة من قبل من اول اخواته محتلوا عليه فنظر الناس ده كان خيبان ابوه يقول له خد وروح افتقد سلامة اخوتك ويعمل له الصرة دي اللي فقى الاكل ويشيل على كتفه ويمشي قد ايه عشان يدور على اخواته في الصحر طيب وايه هو ايه اللي يزنو ايه اللي ماشي ده كله لكن كان شايف عينه مفتوح وهو شايف للأكل ده كله جاي لأخواته وهم اول ما شافوه بيشتموا فيه وكل ما يقرب يفكره زي هو اتريعه عليه وفكره زي يبعوه وزي يقتلوه وهو لم تخرج من فمه كلمة خطأ له ده كان ممكن حتى وطخ على حجر وحتف خبط واحد فتح دماغه وكان يعني وكان في يعني صبي يقدر يعني لم يفعل هذا الصمت شوف الفرق دول عينهم عمية وده عينه بصيرة قاعدوا يأكلوا من الأكل اللي هو جايبه لهم شوفوا وصلنا لحد فين شوفوا الظلمة لما بتغشف الإنسان بتعمل فيه إيه ده الحيوان ما بيعملش كده خدوا الأكل اللي هو جايبه وماشي بيه ودايخ وقاعدوا يأكلوه وهو مكتفينه ياه هي دي الخطيئة هي دي الخطيئة هي دي العين المظلمة هي دي العين المظلمة هي دي لما تسدع الإنسان ما هو ما تلقومهمش لأنه واحد عامة هتلقومه ازاي واحد عامة مش شايف النور الدنيا نهر ومش شايف تقول له واحنا يم تقول لك احنا بالليل ما هو عامة وبعدين هو لم تصدر منه أي كلمة قبيحة أو أي فعل أو مقاومة واستسلم كده في المنظر هو خسران وفي المنظر كده هم خدوا كل حاجة ودبروا مرتبهم وكل شهوتهم في التملك وفي التخلص وفي الحقد وفي الغيرة والقراهية حط زي ما انت عايز خدهم لكن هل دامت العين العامية قليلة برسها كتير لكن العين البصيرة مكانها في السماء هي اللي بترى السماء هي اللي بترى الله هي اللي بترى الصح بترى طريق الحياة الأبدية هي اللي بتأهني وتأهلك عشان نقف في الدينونة أمام الله ويعطي كل واحد حسب أعماله فشلوا هو ما فشلش حتى من نزل مصر واتهمته وعرات عليه الخطية وكان ممكن يوافق وكان عنده أسباب كتير أو اتبرره وكان ممكن يوقف وقول للربنا كلام كتير قوي ويلاجج مع ربنا وقول له طب اعمل ايه أنا غريب لوحدي أنا جاي من بلد كلها مفيش اللي أنا ودي زوجة الأمير ولا الفراعون ولا غيره اعمل ايه لكن لا ما يفعل خطي بل فضل الفضيحة ده العين البصيرة فضل عين البصيرة فضل الفضيحة وفضل يمشي كده ولما تخلى عين بصيرة شايف الله قدامه كيف افعل هذا الشر العظيم شايف عين الله في عينه لكن هذا العين التانية شايف الشيطان يعمل وعمل 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 هو كتعينه بصيرة وبعدين يخش سجنة ويطلع وبعدين عجب بقى يجي في فوق 4 مليون مصري والملك يحلم حلم ويتكرر حلمه مرتين وجمع كل الحكماء هنا الصحرة بمعنى الحكماء جاب حكماء مصر اللي موسى تعلم الحكمة من المصريين ده موسى تعلم الحكمة من المصريين جاب الحكماء وقص عليهم الحلم ولا واحد اتكلم ولا واحد عارف بعدين في الاخر ألقوا في واحد غلام كده مش من هنا وغريب طب هتو يا سلام خدو تلعوا من السجن ودعاه وبعدين وبعدين فرعون بصله كده شاب هيقوله ايه ده فقال فرعون ليوسف حلمت حلما وليس من يعبره الله صاحب العين المفتوحة يضيء في وسط الظلام صاحب العين المفتوحة هو الدوة للمرض هو الايد اللي تسندك في وقت الشد هي الايد اللي تفتح السلسلة المقيد بها الانسان قال له وليس وليس مفيش حد اذري يفسر وانا سمعت عنك قولا عشان تقولها لي اما اتخيل نفسي كنت ما كان يوسف كده وقال لي كنت عدت بقى اتحكر شمال ويمين وشد الجلبية ومنخير فوق ده الفرعون محتاجني هو في حد زي بقى هو حد يقدر يكلمني تاني ما اخبر بالك ده صفات صاحب العين العمية تلاقي دائما مناخره فوقه فاضي وتلاقي نفسه مش شايف نفسه بس عمال يهنكر كده زي ما بنشوف يعني لكن يوسف اول ما قاله كده شوف قاله ايه ليس لي فاجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي الله يجيب بسلام فرعون الله يا لسان حلو لسان مسنود بالنعمة ده مش كلامه شوف الاتضاع ودائما العين المفتوحة هو المتدح لانه ما عنده الانا العين المفتوحة هي دائما العين اللي تمجد الله شوف انا مجد الله قاله ليس لي انا ما اعرفش لكن الله هو اللي بيقلي والله يكتب سلامة فرعون ايه دا ايه دا عم ايه عم دا دا الكلام دا من اسمعوش حتى في القرن العشرين ايه دا ايه دا العين المفتوح ايه دا العين النعم اللي فيها فرعون وشاب جايب من السجن وله ليس لي ما انا الا انية فارغة الله هو اللي بيعمل يعطي المجد لله وبعد يطلب لفرعون السلام الله يكتب سلام فرعون لما تقعد مع الانسان المستنير والمفتوح العينين تمتلق انت ايضا منه لما تتعامل مع المفتوح العينين البصير تمتلق انت ايضا من النعمة يقودك ايضا للنعمة عشان كده طوبة للذي يجلس في مشورة لا يجلس في مشورة الاشرار طوبة لمن يجلس في مجلس الحكماء واولاد الله شوف فرعون هيستنير منه اول ما يتكلم معها هيستنير فاكر لما القديسة العزراء مريم دخلت على الاسابط دخلت وبمجرأت لها السلام قال لي سابط استنارت وقالت من اين هذا ان تأتي ام ربي يا سلام مجرد دخلت طيفة دخل اهو ده العين المستنير احبا ايضا ده العين المنورة اللي ينيرها الروح الكدس والمسيح هو نور العالم والمسيح هو اللي بينير العين ما هو ده ما احنا بنتنور عشان ايه عشان نستنير واحنا بنتنور عشان نتنور كده ونمشي ما احنا في كل مرة بنتنور وبنستنير بتستنير العين وتنفتح الودان ويحس ويحس الانسان واسح الضمير ويعود الانسان الى خلقه ويفكر فيه ما هي ده يا حبابي اللي احنا بنعيش فيه شوف وبعد وبعد ما فصر الحلم اداله الحل مش قال كلمتين ومشي قال له الحل وهنا تحس ان فراعون اتلجم كان ممكن فراعون لو ما استنر شي كان قال له ايه الهبى اللي بتقوله ده سبع سنين يا جدع انت ورجع ده احنا عشنا لسبع سنين لما يجي السبع سنين بندور وانت يعني بت لا لا خدوا 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 طلعوا برا ده ما يعرفش الكلام ده كان ممكن يقوله كده لو كنت انت اللي مكانه كنت بتقول كده احنا فضيله جعل دماغه نقعد نجمع قامح ونشيل قامح وانت روح قامح ايه بتاع ايه لقد 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 فراعون كان تعبان وبيخرف او حلم كده جعل دماغه وكانوا طالعوا الهتفة اللي حواليه سقفوله وهتفهم يحيى فراعون وكانوا رموه في السجل لكن صاحب العين البصيرة روح الله فيه وروح الله لا يغلبه احد الكل انكتم والكل سكت والكل اقتنع ده كان ابسط حاجة واحد يسأله يقوله يهبل انت هو نحن نقدر نحط دي سبع سنين وما يسوي السي هنقع نخز نسوس لكن بصله 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 فراعون وهو المال كده بصل عبيده الاول شوفهم شوف شوف الايه الام اللي معاها الطفل ده تاخده وتحطه معاها وعيبا ما تعقله والسي بالوقت يجري في وسط الكنيسة كده اتعلم ازاي تحترم الكنيسة مدام شوف فقال فرعون لعبيده شهادة يروا اعمالكم الصالحة فيمجد اباكم الذي في السموات انتم نور لا يعطي لا يوضع تحت مكال ولا تحت منارة تحط فوق وينول الكل والكل يشور عيقول ده نور الله فقال فرعون لعبيده هنجد مثل هذا اسمع هنجد مثل هذا رجلا فيه روح الله طبعا هو بالكلم روح اله يعني هنجد واحد زي ده شهد الحجر نطق لان عنه استنارت استنارت من كلام يوسف وقع كلام يوسف عليك السائقة ولما استطيع ان يقاومه قال لهم هنجد هتلاقوا واحد زي ده فيه روح الله وشوف عشان تعرف ان عنه استنارت كان ممكن باقولك يا اشوف ابنخت اشوف حد ثاني بقى ننظم اشوف حد مصري اشوف منش عارف ايه لا لكن بصلي كده وقال لهم وقال لي يوسف شوف بعدما اعلمك الله كل هذا لانه في الاول قال الله ليس لي بل الله والله يحفظ صلمة فرعون لقط الصلم لقط بعدما اعلمك الله كل هذا بقى فتح عينيك وورك كل ده اللي جاي لانت بتنقذ العالم كله مصر بتنقذ الشعب من الموت تخيل لو ما كانش يوسف موجود وما كانش قال نصحته كانوا عملوا ايه قالوا بعدما اعلمك الله كل هذا اعترف اعترف الله اللي بينير بصيرة قالوا ليس بصير وحكيم مثلك الوعد اللي في السجن الوعد المطروض من اخواته ومكروه الوعد اللي تحمل كل التجارب دي قالوا امتى كده لما وصل يوسف لقمة الهرم في التجارب بتاعته ما تحطك ترسم الهرم بازا البابا شنود قال بص كده في الهرم تلاقي الهرم ده كانت قمة التجارب يوسف مر بكل التجارب ما فيش تجارب تاني بعد كده فكان وصل للنهاية او خلاص وبعد ربنا رفعه هنجد مثل هذا رجلا فيه روح الله ثم قال فرعون ليوسف الاول قال اللي اللي حواليه لم ما فيش واحد من مجلس الحكماء اللي جنب فرعون اعترض وقال نقال بعد ما اعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك انت تكون على بيتي يا رافعوا على كل الموجودين هي ده العامل البصير حتى العامل البصير لو دس العالم حتى لو استهطرت بها الناس لابد ان الله ينرها ويخلوهم تاني يسجدوا تحت رجلية تشوفهم اما تشوف الاية 45 بقرها لما تروح ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح اسمه مصري اتمطع كده واختله اسمه مصري قال له هنسميك صفنات فعنيح يعني ايه معناته عن مخلص العالم مخلص العالم هو كان مرمز للمسيح ده مخلص العالم هو ده اللي خلصه من الموت وفي بعض الناس اللي بقول لا اسمها خبز الحياة ما هو خبز الحياة هو المسيح برضه والخبز الحياة هو اللي بينقذ من الموت شوف العزمة وصلت الكمة ومجد الله صاحب العين العمية اللي ما بيشوف شي ينزل من قمة الهرم مخزي وينزل في مسبلة التاريخ وينزل مكروه من كل اللي حواليه وينزل نادم على كل اللي سلك فيه وكل اللي خده يبقى أشواك بتشوكه في جتته لكن المفتوح العينين لا يمكن أن يسقط مهزوما ولكن هو يسقط منتصرا يا حبائي يا حبائي موضوع العين المفتوحة ده موضوع صلاتنا وموضوع أصوامنا وموضوع ترتيننا وموضوع حياتنا كلها اللي بنطلبه من الله ونتمناه المفتوحة العينين عينه دايما نظر للسماء المفتوحة العينين هو دايما اللي بيأخد وكل ما يأخد يزداد التضاع وكل ما يأخد يزداد ثقة في الله وكل ما يزداد يكره الشر بقدر ما تكره الشر الذي فيك بقدر ما تنفتح عينين